وقعت للماتش القادم كابتن في التشكيلة كابتن عسامي يبتدي ازاي؟ اه انا مش هغير طريقة اللعب انا اتصور اللي انا هقولولك محمد الشناوي محمود الوينش احمد حجازي هيلعب باكرايت بشوف ممكن يبتدي بمحمد هاني اكرم توفيق محمد هاني مش موجود اصلا ااسف اكرم توفيق في الحتة دي رتقلق الماتشات الاخيرة ولعب بيعمل الواجب بالدفاع عشرة العشرة انه عنده حلول في الاجنحة اللي موجودة هيلعب بعمر ناحية الشمال ممكن ايمن اشرف ومحمد عبدالشافي يعني ممكن يلعب بايمن اشرف او كتن حسن بيصد في ايمن اشرف قوي مين ايمن شافي ما انا بقولك ما بين عبدالشافي وايمن اشرف هيلعب بوسط الملعب طرق حامد وعمر السلاي اوكي اا لو مش عمر السلاي هيبقى محمد النين تلاتة قدامهم عيلعب افشا احمد سايد زيزو رمضان صبح الرمضان ما كانش بيلعب قد بقى طرفات انا بقولك غلا النيني على فاكة مش موجودة كابتن ها لا انا محطوط قدامي في الاسماية عشان كده قلتلك انا هو النيني موجود في الاسماية وده اللي قاله كابتن حسام ان احنا حطينه في القائمة لكن هما موجوش وفي محاولات ان هما يجوا الاقرب ان هما موجوش انا عشان كده بقولك عمر السلاي فيه تلاتة قدامهم افشا احمد السايد زيزو انا بشوف اللي هو رجع للمستوى بشكل كبير جدا وكابتن حسام كان بيعتمد عليه في البداية هو موجود ويا رمضان صبحي هيلعب راس الحرب يا محمد شريف يا مصطفى محمد اقرب للراس حرب مينة اقرب لطريقة اللاعب دي في الاول ممكن محمد شريف محمد شريف مش مصطفى محمد عشان مصطفى محمد بيعتمد لو انت هتشغل اجنحة بشكل كبير جدا والكروسات هيبقى مصطفى محمد لو طريقة لعبك اللي انت هتختار لو انت هتختار طريقة اللعب اللي انت القادمهم الخلف وتجميع اللعب فاسط الملعب والتحركات هيبقى محمد شريف لحسب طريقة اللعب اللي اختارات كابتن حسان هتشوف المين اللي هيلعب سواء محمد شريف او مصطفى محمد لكن المتنم مع بعض صعباً رمضان صبحي مفيش بديل غيره كابتن ولا صلاح محسن لا لو ما فيش رمضان صبحي واحسن الشاحات موجود معهم في المنتخب ممكن هيبقى انت عندك مشكلة برضو اللي ترزجي واحد من العناصر مهمة ربنا يرجعه وصلاح مش موجود كمان صلاح كمان مش موجود واحد بتبني عليه طريقة اللعب وبتبني عليه طريقة خط هجومك بالكامل فالاتنين هيأثروا اكيد على الشق الهجومي ولكن انا بشوف زي ما قلتلك التدوير دي لو رمضان موجود ممكن يلعب ناحية الشمال زيزو ناحية اليمين وافشم تمام نفس التشكيلة ممكن تبقى في مبارات الجامون كابتن ولا ممكن يحصل تغييراته على حسب اللقاء والله بص على حسب اللقاء فيه لعيب بيحصل له هبوط تكلم مرصة 3 ايام ولا 4 ايام بالضبط لو انت التشكيلة دي جابت المنتج الفني الجهاز الفني عايزه هيكمل بنفس التشكيل حينزل عنصر هيحصل مثلا هبوط في مستوى ما كانش عنده عدم توفيع تلقى اي اخر بيدخل واحد مكانه لان انت بتكلم منتخب مصر عندك القماشة في مصر كلها عندك لعبة متميزة لازم لازم يبقى عندي اختيرات في اكتر مكان في الباكرات يبقى فيه اتنين وثلاثة والباكليفت وسط الملعب والجمدة طبيعي جدا انت عندك بتختار من انديه كتير جدا طبيعي يعني يتاخد العناصر المتميزة توقعك نوصل كاس عالم في البداية كده الحلوة كابتن؟ يا رب نوصل كاس عالم تتذكر بدايات ما كانت ش حلوة كابتن أنت في المنتخب؟ كتير كتير انا يعني كنت محظوظ كنت مع كابتن محمود الجارة اللي ارحمه جنرال كورة المصرية واحد من شخصات الليي انا بحبها وتعلمت منها كتير انت موجود مع كابتن محسن صالح كنت موجود مع كابتن حسن شهاتا strom اتمنى البداية تبقى قوية لان الفرق بتتابع كل المنتخبات لبداية تبقى قوية الفرق كلها بتعمل لك 1000 حساب بداية تبقى ضعيفة وبتعمل لك احباط وتعمل عند الناس المفروض الاعلام بيسندك بتعمل احباط عند الاعلام وعند الجماهير فانت مهم جدا ضربة البداية علشان تكسب كسبة الجماهير وزقة الاعلام انت محتاج تبقى الاول في المجموعة كتن انت معندكش حل غير الاول مجموعة بالزبط بالزبط لكن شاء الله نوصل لاننا يعني احيانا كلام المدرب بيبقى هو الحافظ بمعنى الكورت القدم دايما هي مصدر السعادة للشعب المصري بالكامل فلازم نحافظ على داوية وبقى دا الحافظ بفاهمة وكاس امم افريقية ثلاث مرات شفت مشهد التاريخ ما ينساوش واعلام مصر في استاد القارة بالشكل دوت والناس كلها كان بتقاتل على التذاكر مشهد كلنا ما ننساوش حتى في 2008 كان بيجينا الفيديوهات كلها واحنا في غانا والشعر في كل ما يدين مصر بيفرح فيا رب يا رب المنتخب مع المدير الفني المحترم كابتن عسام البدري يقدروا يساعدونا ان شاء الله بامر الله